ماسك يدخل على خط أزمة انتخابات فينزولا ومادورو يهدد بالفم المليان اللي يلعب معايا ينتهي ورغم خروجها من الأولمبياد حامل في السابع تفجر جدلا حول البعثات المصرية وجديد الحرب بين الديمقراطيين والجمهوريين إعلان ساخر لحملة هارس أهلا بكم أمس كنا تناولنا معاكم الدراما اللي صارت في فينزولا بسبب الانتخابات الرئاسية وهذه الدراما كل ما لا بتزيد وبتاخد طابع دولي حتى أما محليا فالاحتجاجات مالية الشوارع رفضا لنتائج الانتخابات الانتخابات الرئاسية في فينزولا كان بيتنافس فيها مرشحين الأول رئيس البلاد اللي هو نيكلوس مادورو والثاني مرشح المعارضة إدموندو غونزالس ولكن اللي صار إنه مادورو أعلن فوزه بالانتخابات ومرشح المعارضة طلع وكمان أعلن فوزه قام طلع بعدها المجلس الوطني للانتخابات وأعلن فوز مادورو بولاية ثالثة بعد ما حصل على 51.2% من الأصوات المعارضة رفضت نتائج الانتخابات وأكدت إنه مرشحها هو اللي فاز والشعب انقسم لقسمين ونزلوا الناس للشوارع شيء بدعوة من حملة مادورو ومنهم طبعا بدعوة من المعارضة وهدول الحقيقة يعني خلينا نقول الصراحة كانوا أكثر يعني الألاف نزلوا الشوارع في فينزولا أحرقوا ملصقات لمادورو وأطلقوا هتافات بيدعو فيها إلى تسليم الحكم الآن ومثل ما شايفين أنه بيرموا حجارة على عناصر الأمن والشرطة صارت تفرقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع ومنظمات غير حكومية بتقول أنه فيه ثلاثة قتلوا وأربعة وأربعين إصابة وقعت في المظاهرات وكان لافت أنه في الاحتجاجات انتشرت فيديوهات لعناصر من الشرطة وظيفتهم أنه يحتووا المظاهرات ولكنهم خلعوا الزي الرسمي وانضموا للاحتجاجات هذا غير فيديوهات لنستنين بيبكوا ترجمة نانسي قنقر وكمان شفنا فيديو بيظهر الشعب الفنزولي وهما بيهدموا تمثال هوغو تشوفيز واللي هو الرئيس الفنزولي السابق واللي ما دوره بيعتبر نفسه خليفته ومثل ما صرته تهرفه يعني الملياردير الأمريكي ألن موسك بيحب يعلق على الشؤون الدولية فنشر كثير من الفيديوهات من اللي بيصير في فنزولا ونشر الفيديو اللي لسه شايفينه من شوية وكتب عليه وداعا ما دوره الدكتاتور تعليق المسك يعني ما مر مرور الكرام ومن الواضح أنه أثار غضب الرئيس مادورو كثير اللي طلعوا هدد مسك يعني بطريقة شنيعة وشديدة اللي chicos المعقول رئيس دولة جالس بيهدد ملياردير كده بيقوله شوف فين تبغى تتحداني وفين تبغى نتواجه يعني كده وانه زيت على آخر الصرفة يعني نتفاهم بر المدرسة يعني لو تعتقدوا انه هذا السجال خلص غلطانين لانه طبعا ماسك صعد ونشر فيديو تصريح مادورو وكتب عليه الحمار يعرف اكثر من مادورو وعمل له بن كمان على حسابه لهذا البوست وترك كتب له هي بالاسباني كمان عشان يعني يفهمها ولا يعني تختلط عليه الامور ورجع بعدها وعقب بالاسباني كمان وقال مع اعتذاري للحمار المسكين على تشبيهه لمادورو فيه هذه اهانة لعالم الحيوان عموما اللي بيصير في فنزويلا مثل ما قلت لكم اخذ طبعا ابعاد دولية فحلفاء مادورو بيهنوه وبيباركوله بالفوز وعلى رأسهم طبعا روسيا والرئيس فلاديمير بوتين اللي هنأ مادورو بالفوز والكريملين قال انه على المعارضة في فنزويلا قبول هزيمتها في الانتخابات الرئاسية الصين كمان هنأ تباركة تؤكدت دعمها حتى انه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اكد دعمهم لفنزويلا وقال انهم دائما مهتمين بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بالمقابل طبعا شفنا كثار من البلدان اللي مشككة في الانتخابات باتوا بالطالب انه بالتحقيق والمراجعة للنتائج وفي بيان مشترك مثلا طالب في وزراء خارجية الارجنتين كوستاريكا الاكوادور جوتمالا باناما باناما باراقواي البيرو دومينيكن ارقواي كل هذول طالبوا بوجود ضمانات بانه نتائج الانتخابات صح وبتمثل كامل الارادة الشعبية وكمان شفنا دول مثل البرازيل وكلومبيا وتشيلي وأمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة كلهم بيطالبوا بالتحقيق من نتائج الانتخابات وهنا طبعا نازم نقول انه فنزويلا لها تقل اقتصادي كبير يعني هي صاحبة اكبر احتياطي نفطي في العالم فيعني اللي بيصير فيها بيأثر في العالم كله احنا معانا من كراكاس تنضم الينا الصحفية نور عيسى اهلا فيكي معانا نور يعني صراحة الموقف يعني مخزي الوصف حقه المناسب انه هو مخزي هذا الانقسام اللي بيصير كيف الاوضاع في الشوارع لأي درجة بتعكس هذا الانقسام مساء الخير هلأ بالذات ما نشوف عالم تبلش تطلع الشوارع بعد دعوة من المعارضة ومن زعيم زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشالو بعد ما نماريح عالنوا النتائج اللي هني حصلوا عليها من 73% من من وسيئات الأصوات الرسمية اللي لحد هالي مركز الانتخابات السماء عالنوا والعالم بالطريقة ما تطلب منهم انه يعالنوا حتى هني فيون يأكدوا ويعملوا تراجع لأحصاء الأصوات طيب الآن حاليا يعني الموقف واقف وين إذا استمر ما دوروا في إصراره واستمر وجوده في القصر الرئاسي هل ممكن الموضوع انه يصير حرب حتى أهلية ما بنطلد تير حرب أهلية لأنه مثل ما قالوا زعيمين المعارضة من أسبوعين الشعب هاني مانو مستلح المستلحين هني هو الجيش والعالم اللي مع الرئيس فمستحيل يصير حرب أهلية أوكي فهم في انتظار يعني المعارضة ما عندهم أي طريقة إلا أنه الضغط الدولي يسبب أو يخلي مدورو يتراجع نعتقد هذي واحدة من الطريقات التانية هي العالم اللي بالشوارع اللي ما تعمل بطريقة سلمية لازم نقول عن هذا الحكي لأنه أيام الدسكورس طبع الحكومة بيقول عن العالم اللي بالطريقة اللي هي ما تعمل أشياء مش سلمة بس العالم هي حاملة بوستر وحاملة أيوة أنه عنف يعني بيكون بس يعني حتى بس حتى الآن نور يعني في وفيات في إصابات يعني ما هي سلمية يعني تماما يعني لا أكيد مش كله سلميان بس الإصابات والمتوفقين ما في أرقام رسمية لإنه هني نحن صاحفين اللي منحاول نحكي مع المستشفيات والمنافض فهم الشخص هني. أي طيب طبعا أنت ذكرتي أنه الناس اللي في الشوارع ممكن يكونوا وسيلة ضغط وطبعا ضغط خلينا نقول يعني الانترناشنال أو العالمي من الدول الأخرى بس في نفس الوقت يعني مادورو برضو ليس شخص سهل يعني في كل الأحوال ممكن يتمسك بالسلطة خصوصا أنه عنده الدعم الروسي وعنده الدعم الصيني أيضا؟ طبعا مثل ما ما يقولوا كل الأخصة هاني فنزولا أنه مادورو ما قال أو ما عمل أنه المجلس الانتخابات يعملوا أنه هو الربحان لحتى بعد يومين يطلع يقول أنه هو الخسران. صح. هني هلأ مثل ما قلتي منه شوي هني بدون يتمسكوا على سلطة البلد والشعب اللي بس ما يطلبوا الشعب أنه المجلس الانتخابات يعلن النتائج لأنه هاللي هني شفوه بالمراكز اللي هني صوتوه مانو هو اللي مجلس الانتخابات علن بالنتائج الرسمية. ياللي لاحظ هاللي بعض يومين من الانتخابات إسا مانو المعلنين. العالم ما فيها شايفيتو. أيها طبعا وإحنا أصلا شفنا مشاهد غريبة يعني من سرقة ليس ناضيق الاقتراع وأشياء غريبة كانت بتزير يعني. على العموم إحنا أكيد حنستنى نشوف كيف هذا الموقف رح يتطور بنشكرك على هذه المداخلة كانت معانا من كركاس الصحفية نور عيسى. أهلا من جديد ندى حافظ لعبة مبارزة مصرية عمرها 26 سنة كانت مشاركة السنة في الأولمبياد للمرة الثالثة بعد مشاركتها في أولمبياد 2016 وأولمبياد 2021 ندى في أولى مبارياتها فازت على الأمريكية إليزابيث ترتاكوفسكي وتأهلت إلى الدور السادس عشر للمسابقة واجهت اللعبة الكورية الجنوبية جيون هايونج لكنها خسرت أمامها ندى وبعد خروجها من الأولمبياد فجرت مفاجأة عبر حسابها على إنستجرام وكشفت إنها شاركت في الأولمبياد ولحبت المباريات الثلاث وهي حامل وفي الشهر السابع كمان وقالت في البوست أنه اللي شايفينه أمامكم كنت تعتقدوا إنه لاعبتين اثنين ولكن احنا ما كنا اثنين احنا كنا ثلاثة أنا ومنافستي وجنيني اللي في بطني وقالت إنه الحمل اللي وحده تحدي فتخيلوا محاولة الموازنة بين الرياضة والحمل وكمان المشاركة في الأولمبياد وقالت إنها فخورة بإنجازها بوست ندى نزل من هنا وطبعا بدأ الجدل من هنا بالناس بتحييها على الإنجاز وبتقول إن واو يعني إنه هي لعبة وهي حامل وحتى طلعوا أسماء لبطلات الأولمبياد نافسوا وهم حوامل بالمقابل طلعت أصوات تانية مستهجنة وقالت إنه هذه مخاطرة وإنه اللي عملته مشكلة وبعضهم حتى وصفها بالجريمة وفي ناس تانية تساءلت هي اللجنة الأولمبية عارفة وسمحت لها هو أصلا ينفى قانونا تلعب وهي حامل طب هي خبت ولا إيش؟ يعني كان في مية سؤاله رأيي صراحة ترجمة نانسي قنقر الجدل حول حملة اللعبة المصرية أخذ شكل أكبر لما الناس كثيرة قالت لأ كفاية كده يا جماعة إيش كل هذا التحطيم اللي جلسين بتعملوا للبعثات الأولمبية ترى المفروض إنكم تشجعوهم إحنا معانا من الساحل الشمالي الصحفية الرياضية ريم أبو الليل أهلا فيكي معانا ريم ريم أنت قبل دقائق يمكن شاركتي ستوري على إنستجرام ببعض البطلات اللي فازوا في الأولمبياد قبل كده وهم كانوا حوامل فيبدو إنه أنت مو معارضة لفكرة مشاركة الحامل شكراً سارة للإستضافة أولاً سارة أنا شايفة أننا ما عندناش معلومات كفاية الناس فعلاً بتحكم جامد جداً وما حاتش عارف ليه ليه الحكم بالطريقة دي المعلومات ضئيلة اللي عندنا زي ما حرك قلت فيه سيدات كتير جداً نفسه قبل كده هو حامل سيرينا ويليمز كذبة الأستراليان أوبن بطولة أستراليا المفتوحة وهي حامل زي ما قلت أنا لسه حتى على الإنستجرام ما لا يقل عن 12 سيدة في رياضات عمرك ما تتخيلني ممكن يبقوا حامل ويكسبوا فيها بيتش ودي ناس مش بس نفسه دي ناس كذبة مداليات في الأيس هوكي في الأولمبيات الشتوية في السبيد سكيتينج في البيتش فوليبول كرة الفولي الشاطئية حاجات عمرنا ما نتخيلها في الغطس يعني في الآخر بالذات ريسنتلي لقينا أنه بيقولوا أن الناس الرياضيين اللي هم حامل دي حاجة كويسة ليهم أنه هم يمرسوا الأكسرسايز هي أصلا ندى طبيبة فلو هي عارفة أنها تقدر تنافس هي أطاحب برقم سبعة على العالم وندى اللاعبة الأفريقية مش بس المصرية الأفريقية الوحيدة اللي تصنفها في التوب 30 على العالم فإحنا بنحكم ليه إحنا ما نعرفش اللجنة الأمتية كتعارفة ولا إحنا ما فيش دايما قلت ما فيش أي قانون يمنع ده في ناس كتير قبل كده نفسه كذبه فبنحطم البنت ليه يعني أنا لحد الوقت مش فاهمة يعني ممكن نسأل أسئلة إنما الناس للدرجات تقول إنها جريمة صراحة وكتير معلش لو كتير منهم هتلاقيهم رجالة اللي هم لا يفقهوا أي شيء عن إحساس إن لحد يكون حامل أصلا لا هذه نقطة مهمة هذه لأنه يعني هم وقتها بيعتقدوا إنه خلاص حياة الحامل لازم تنتهي وهي أكيد عندها يعني فريق غير أنها هي طبيبة أكيد عندها فريق طبي يعني بيتابعوها يعني ومدرب وما إلى ذلك يعني أكيد أكيد دي مش عايق اللي عايزة تدور نفسها ولا تدور طفلها فيه لعابة بريطانية برضو في الأولمبيات اللي إحنا فيها دي اسمها أمبر روتر هتنافس في الشوتينج خلفت من ثلاث شهور بالزبط طب ما هي جاية الأولمبيات أكيد كانت بتتمرن لحد ما خلفت من الجاية من الجاية ما تتمرن صح ولا لأ وعادي وهتنافس في الشوتينج في السكيت شوتينج فالناس مش فعلا هي بتتكلم عن إيه الطب بتطور جدا 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 في حاجات كتيرة قوي لا دي اللي جوبة والدت لازم تكون جلسة نفسها في بيت أهلا تعرف المشهد التقليدي ده إحنا فعلا في حاجات ما نعرفهاش يا صارة وأنا مش طبيبة عشان أطلع أقول ده ولا ده إنما أنا واحدة صحفي رياضية بغطي أولمبيات دي إلي 14 سنة كل اللي بقوله إن أولا نعرف المعلومات الأول تاني حاجة مستحيل هي تكون عايزة تدور نفسها ثالث حاجة البنت نفسك وهي نرجع ونقول أول أفريقيا مش مثلا خدت مكان حد تاني كان ممكن يروح وهو فدي حاجات كتيرة قوي الناس بتتكلم فيها وهي مش فاهمة قوي هو ده المكان اللي هي بتستحقه يعني طب بالشكل عام ريم يعني اسمحي لي بها دي الملاحظة وأقولي لي رأيك فيها من أول ما بدأت الألعاب الأولمبية وفي كمية انتقادات كبيرة لأبطال المصريين اللي مشاركين والبعثة الأولمبية إيش رأيك في هذا الانتقاد أنا شايفة الموضوع ده ابتدى جامد قوي في الأولمبياد توكيو ودلوقتي ما بقلناش ثلاث سام في الأولمبياد وشايفة أن زي ما تقولي في دوشة جامدة جدا على الانتقادات نون ستوب أنا اتكلمت معيك يا أكشي قبل كده لأن أنا سبب اللي عملت البودكاست بتاعي أبطال كان عشان كده شفت الناس بتنتاقد اللعيبة من غير ما يعرفه رحلتهم ومشوارهم في الرياضة في حالات كتير ما نعرفهش بدليل أن في واحدة ثلاث حامل في السابع وإحنا مش عارفين لكن أنت تخيالي بقيت الرياضين حد جاي من الإصابة حد بدين دايما السبب اللي الناس بتقول أن هما بينتقدوا أنه دول مصروفة عليهم أموال طائلة في الاعداد مين قال كده إحنا عارفين كويس قوي 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 اتحاداتنا وبلدنا عاملة زي لأن ما فيش أموال طائلة تتصرف أصلا فكتير جدا من اللعيبة اللي أنا بتكلم معاهم دايما بيقولولي إحنا صارفين على نفسنا وعملنا كده وعملنا كده وكت بس تلف من عائلتي كلها عشان نروح البطولة وأعمل فهي الناس دي تعبت قوي وتعبت بمجهود ذاتي قوي على أن هما عشان ما حققوش نتيجة نعملهم بالطريقة دي طبعا في حاجة اسمعها accountability إن احنا نقول لأ نعمل نشوف نعمل investigation نحاسبة وتحقيق بس أريم تعتقد غضب الناس موجه للرياضيين أكثر ولا موجه للجنة الأولمبية أنه هما كانوا عندهم توقعات كثيرة من اللجنة الأولمبية من ناحية تأهيل الأبطال من ناحية أنه بيشوفوا كمان دول أخرى إيش بتسوي يعني لأبطالها يعني بس يا سارة الصح أن احنا فعلا نبص على المسؤولين أكثر من اللعيبة لأن احنا المنظومة نفسها مش دايما مظبوطة لا أنا شايفة الهجوم شخصي جدا والكلام اللي بيتقال شخصي جدا على الرياضيين وفي حاجات مش في محلها بجد في حاجات مش في محلها في حاجات الناس مش في محلها احنا مصر بعتها 160 لعب كتير من اللي متأهلين عندنا هما أبطال أفريقيا أفريقيا مستواها في رياضات كتير مش زي بقية العالم حاجة بديهية إنك لو تأهلت من أفريقيا ورحت برا مش شرط أن أنت تعرف تنافس كل حاجة برضو ستاب باي ستاب احنا شفنا مثلا بطالنا في الشيش محمد السيد اللي كسب برونز حطت فيديو من توكيو 2020 كان طلع الخامس وبيقول أنا إن شاء الله كمان تأثير تاربع سنين هتشوفوني على منصة التتوين ليه ده واحد ولد صغير بيقول استنوا علي الموضوع مسألة وقت في حاجات كتير لازل نبص عليها بالطريقة دي والهجوم مش بيفيد حد لا هيفيد اللاعب ولا هيفيد مصر ولا هيفيد أي حاجة الموضوع زايد عن حده بصراحة طيب خليني كمان يعني يمكن نقول للناس أي ويصبروا شوية على الأبطال وعلى الأقل الإنتقادات ما تكون شخصية بهذه الطريقة لأنه فعلا الموضوع أكيد بالنسبة لهم يعني محبط هم بيكونوا يعني أكيد عندهم طموح أنهم يحققوا الأفضل ولكن يعني هي مسألة صعبة تأهيل التأهيل للأولمبياد يعني مسألة صعبة وتحتاج لدراسة كبيرة يعني للمنظومة ككل يعني لكن على العموم ومع ذلك مصر يعني أعلى دولة عندها ميداليات يعني عربيا في الأولمبياد يعني أكثر من 30 ميدالية مع كل هذه الصعوبات فإذا يعني كمان تحسن الموضوع وتعدل يعني فإن شاء الله كمان الأرقام بتكون أكبر على العموم بشكرك جدا على هذه المداخلة كان معنا من الصحل الشمالي الصحفية الرياضية ريم أبو الليل شكرا لك نبقى في أخبار رياضة المبارزة يوم الأحد فازت الأمريكية لي كيفربي الميدالية الذهبية في الأولمبياد وهي اللي سبق وحصلت كمان على الميدالية الذهبية في أولمبياد توكيو الأخير في 2021 وبعد فوزها كثير من الناس صارت تسأل عن مدربها واللي تبين أنه مصري واسمه أمجد عبد الحليم خزبك ومن ساعتها اسم المدرب فيكم تقولوا ما للمنصات ناس مبسوطة وحاسبته إنجاز مصري رغم أنه الميدالية لأمريكا وناس تانية بتقول أنه ليه هو بيدرب في أمريكا والمفاجأة كانت لما نتضح أن المدرب كان قبل بيدرب الفريق المصري وبعدين ترك وراح على أمريكا والناس قالت واضح مدرب شاطر ومحقق ذهب في هذه الأولمبياد واللي قبلوا كمان ليه ما بيدرب مصريين وكيف ماشي من مصر احنا اختفعوا لكم وتواصلنا مع المدرب واللي ظهوروا معنا كان صعب لأنه في احتفال بالميدالية والإنجاز اليوم فكان لنا مع هذا التسجيل اللي حاولنا فيه أنه يجاوبنا ليه ترك التدريب في مصر أنا روحت أمريكا سنة 2003 والسبب أن أنا روحت أمريكا أن أنا كنت بشغل في الفريق قوم المصري لسنين كذا مرة وكذا مرة الاتحاد استغنى عني فأنا بحب السلاح وبحب تدريب وبحب أن أنا مدرب في قومي ومثل البلد بس لما الاتحاد استغنى عني كذا مرة فاضطررت أن أنا أسافر أمريكا سنة 2003 الظروف معينة عيني مدرب أقل مني في المستوى وأنا طمعاً ما كنتش حابة بالموضوع ده وأنا لو كنت مدرب فريق قومي السمريكا مدرب كفريق قومي المصري كنت مش هسي بالبلد وكنت هستمر في التدريب لكن حسيت أن أنا مضغوط ولازم أثبت نفسي فقررت أن أنا أسافر سنة 2003 فهو ما كانش لي نتائج زي النتائج اللي أنا أعملها أنا أعمل في نتائج دولية كتير جداً خلال تدريب المصر ويهو بس هو ما كانش لي أي نتائج دولية وفهم قرروا أنه يعينوه بدل مني فأنا قررت أن أنا خلاص أشوف حياتي وأشوف مستعبه لي وأحب أعمل نتائج في اللعب اللي أنا أحب أشتغل فيه طبعاً نساط جداً جداً من السوشيال ميديا في مصر التعمل بالموضوع جداً وكانت فرحانة جداً وده أيضاً كان بعد ذهبية أولمبياد توقي وأنا كنت مصود جداً جداً بالناس فرحانة وقد داماً بقول في الاحتفالات في أمريكا إن إحنا فرحنا زي ما فرحنا أمريكا بالمديلة الدهر أنا فرحنا مصر بردك كتير جداً من المصريين فرحوا بالمديلة الدهر وده اللي أنا شوفته بردك بعد مديلة الدريس وأنا أصد جداً جداً بالفرح المصريين لفرح وعلى فكرة خلال حديثنا مع المدرب المصري سألنا عن رأيه في موضوع اللعب الحامل والجدل خاصة وإحنا أنه إحنا بنتكلم يعني عن نفس الرياضة فهذا كان رده طبعاً غريطة أهم حاجة أنا مش دكتور هي دكتورة هي اللي كان تاخد القرار تفهم أكتر في أنها تقدر تعمل الموضوع دوت أم لا أنا لسه عارف النهاردة موضوع دوت مبارح لسه عارف الموضوع دوت في يوم البطولة وأنا كنت بتفرج عليها وهي بتلعب كذبت وقال رقم 7 العالم هي أمريكية وده نفيه كويسة جداً وبعد كده خسرت من دور 16 اللعيب هي اللعبة فردية اللعبة فردية أنت ما تقدريش تتحكيني أو تسيطري على كل حاجة اللعيب ياخد قراره بنفسه ده مختلف عن اللعبة الجماعية ما أقدرش أقول الكلام دوت على واحدة مثلاً بيتلعب لعبة جماعية ما أقدرش أخد واحدة حامل مثلاً في فريق باسكيت فلا دي لعبة جماعية إحنا عندنا برضك في السلاح اللعبتنا ما فيش بادي كونتك ما فيش التحان بالجسم فهي كدكتورة أعرف أنه ما فيش التحان بالجسم أنا بقى مجرد ألعب بالسيف ما فيش خطورة عليها هي اللي تقدر تحددها أكتر من أي حد ودكتور هو اللي يحدد أكتر من أي حد والنفيجة زي عملية بيكسة برقم سابعة دائم دي جيجة كويسة جداً التلوث في نهر السن من أبرز العقبات التي تواجه أولمبياد باريس ولتأثيرها صار واضح وما في نقاش يعني فمن بعد انطلاق أو من بعد يوم من انطلاق الألعاب الأولمبية بدأت المشاكل وشفنا أنه بسبب التلوث في النهر تم إلغاء الحصة التدريبية الأولى في السباحة لمتسابقي الترايثلون ورجعت أمس كمان اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس ألغت الحصة التدريبية الثانية لللاعبين والسبب نفسه والكثير خايفين منه ويعني الموضوع كبر أكتر كمان بعدما كان إلغاء تدريبات الآن تحول التأثير عشان أنه وصل للمسابقات نفسها يعني ما عاد الموضوع حصة تدريبية بل منافسات فعلية لأنهم أعلنوا عن تأجيل منافسات الترايثلون للرجال اللي كانت مقررة اليوم أجلوها لبكرة وقالوا أنه بكرة حيلعبوا الرجال الساعة 10.45 والستات قبلهم الساعة 8 الصباح البيان قال كمان أنه بكرة إذا المستويات فضلت متلوثة كده فهيتأجل السباقين الرجال والنساء للجمعة وإذا الجمعة كمان فضل ملوث فحتتلقي جزئية السباحة من المنافسات ويتنافسوا اللاعبين في سباق ثنائي بس بس يعني خلينا نذكركم هنا نترايثلون رياضة بتنافس فيها اللاعبة ثلاثة رياضات سباحة ركوب دراجات وجاري فما عد حيشيلوا لهم السباحة يلغوا لهم الفقرة دي من المنهج مهم موضوع تلوث السن يعني فعلا أزمة بتعاني مننا الحكومات الفرنسية المتعاقبة من سنوات طويلة يعني من أيام من الرئيس الراحل جاك شراك كان رئيس بلدية باريس في سنة التسعين وهم جغالين مشاريع عشان تنظيف النهر ولما نقالوا أنهم حيستضيفوا الأولمبياد زادت المخاوف أكثر وأكثر من تلوث النهر ووعدوا أنهم يحلوا الموضوع وتم إنفاق أكثر من مليار واربعمائة مليون يورو لاحتواء أزمة تلوث النهر والمفروض أنه انحلت وقبل الأولمبياد لو تذكروا شفنا عمدة باريس ووزيرة الرياضة بينزلوا يسبحوا في النهر علشان يثبتوا للكل أنه الموية صارت نظيفة وقالوا كمان أنه في يونيو الجاي في ثلاثة مواقع للسباحة في السن حتفتح للناس لكن كل هذا يبدو ما مشي حاله فلما انمطرت الدنيا شوية رجعت فاضة أنظمة الصرف الصحي وتلوث النهر خلينا نشوف الفيديو التالي التلوث اللي تكلمنا عنه فيضان الصرف الصحي بسبب الأمطار الغزيرة طلع في فيران وجردان جالسة تتفلت في شوارع باريس وحضور وسياح وصحفيين جالسين بيتكلموا أنها بتهاجمهم في المطاعم والشوارع وأنها كبيرة يعني كده حجمها زي القطط وعموما يعني بشا عموما والعلم يعني الإحصائيات بتقول أنه باريس أصلا فيها أربعة ملايين يعني يعني ضاعف عدد سكانها يعني ومحنا معانا من باريس عبر سكايب الدكتور بدوي رهبان مستشار الأمم المتحدة للبيئة وتغير المناخ والكوارث الطبيعية سابقا أهلا فيك معانا دكتور بدوي يعني كأنه من اللي جالس بيصير يعني نوصل للاستنتاج أنه مستحيل تنظيف نهر السن وأنه كان مشروع فاشل والملايارات انصرفت على شيء فاشل على كل حال يعني هذا الهدف الذي وضعته المنظمات التحضيرية منذ أربع سنوات كان طموحا جدا وتحدي هائل أن نستطيع السباحة في نهر السن هذا طبعا هدف صعب المنال ولكن وضعته اللجنة التنصيمية وأتت الآن التطورات لكي تخيب الأمال منذ يعني 48 ساعة أمس ألغيت التداريب واليوم ألغيت أو أرجئت المسابقات الفعالة وهذا طبعا خيب أمل ليس فقط اللاعبين ولكن خيب أمل المشاهدين والمشتركين واللجنة التنظيمية للأسف لهذا التطور يعني أسباب عديدة لا نستطيع الآن أن نفردها ولكن إن الإجراءات التي اتخذت بالطبع برهنت الآن أنها لم تكن كافية يعني إنشاء المرافق الهامة والبنى الأساسية منذ أربع سنوات والمختبرات والمحطات التكرير هذا يبدو أنها لم تكفي وأضيف إلى ذلك أن هناك أيضا عوامل مناخية يعني التغير المناخ والزواهر المناخية التي شهدتها فرنسا وباريس منذ أربعة أيام هي أيضا أضافت إلى المشكلة هذا هو الآن الواقع يعني أنت بتتفق دكتور بدوي أنه موضوع الأمطار وأنه كمان هم بيقولوا أنه في دررة الحرارة أصبحت مرتفعة جدا في باريس أن الناس بيتعانئون وكمان متوقعين عاصفة رعدية يعني بتتفق أن هذه الأمور هي التي تسببت في تلوث النهر بعد تنظيفه برأيي هناك تراكم في الأسباب تراكم في الأسباب والأمور معقدة أكثر مما نتصور هناك معايير هناك طبعا إن نهر الثان طوله 900 كيلومتر يعني له منافذ عدة ونعرف أن البنى التحتية لتنظيف نهر الثان عمرها 100 سنة يعني 100 سنة يعني لا نستطيع في أربع سنوات أن نجعل من أمر معقد منذ 100 سنة أن نجد له حلولا إن مشكلة الثان ليست فقط منذ العشر سنوات كما ذكرتم أو منذ عهد الرئيس شراك إن مشكلة الثان وممنوع السباحة في الثان منذ 100 سنة إذن التحدي صح لكن بدأت المحاولات من وقت شراك يمكن في محاولة لمعالجة هذا الموضوع بس يعني بس عشر أفهم منك دكتور بدوي طيب واضح أنه هي مشكلة كبيرة ولها تراكمات وا 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 هل في حل فعلي لها يعني ممكن بس يكلف أكتر من ملياره شوية وافق الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب على إجراء مقابلة مع مكتب التحقيقات الفدرالي الاف بي آي اللي جالس بيحقق في محاولة اغتياله اللي صارت يوم 13 يوليو المقابلة حتكون يوم الخميس ويجزء من البروتوكولات الخاصة بعمل الاف بي آي فإنه بيطلبوا يتحدثوا مع ضحايا الجرائم الفدرالية عشان يسمعوا وجهة نظرهم ولو عندهم معلومات ممكن تفيدهم والضحية لو الحق في رفض طلبهم يعني باختصار أن الموافقة اختيارية وترامب وافق يجلس معهم وقال مكتب التحقيقات أن المقابلة مع ترامب ستكون مثل أي مقابلة بيعملوها مع الضحايا الآخرين وهم بس يبغوا يسمعوا منه التفاصيل ولو لاحظ شيء مثل ومثل أي شاهد على أي جريمة هذه المقابلة ستجي في وقت بيواصل في مكتب التحقيقات جهودهم عشان يعرفوا دوافع توماس ماثيو كروكس اللي أطلق النار على ترامب خلال تجمع انتخابه في بنسلفينيا وتم قتله وللآن ما في ولا دليل على وجود أي متواطئين معه في محاولة اغتيال ترامب وحقيقة فيه تفاصيل جديدة عن تخطيط كروكس للعملية فقال كيفين روجكو هو أحد العملاء في مكتب التحقيقات أنه كروكس كان ذكي جدا وخطت تخطيط دقيق قبل ما ينفذ محاولة اغتياله لترامب وكان عنده اهتمام كبير بإطلاق النار واكتشفوا أنه بحث عن اغتيال الرئيس الـ 35 لأمريكا اللي هو جون كينيدي وعن المسافة اللي وقف عندها القاتل هارفي أوزولد علشان يعرف فين يوقف عشان يغتال ترامب أو يحاول يغتاله يعني ومو بس كده كمان عمل بحث عن محطات الطاقة وأحداث اطلاق النار الجماعي والأجهزة المتفجرة وحتى كمان عمل عن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسيو اللي تعرض لمحاولة اغتيال في مايو بأربع رصاصات في البطن وجالس بيتعافى منها وتبين كمان أنه الدائرة الاجتماعية لكروكس ضيقة حتى يعني مو ضيقة هي بس بتقتصر على عائلته المباشرة وعدد قليل جدا من الأصدقاء والأسلحة اللي قلنا سابقا أنه كروكس اشتراها وأنها كانت بتوصل طروض فيها مواد متفجرة قال مكتب التحقيقات أنه كان بيشتريها بأسماء مستعارة وفي ربيع عشرين ثلاثة وعشرين عمل كروكس أكثر من خمسة وعشرين عملية شراء للأسلحة والمواد المستخدمة في صنع المتفجرات وفي الستة شهور الأولى من عشرين أربع وعشرين عمل ستة عمليات شراء لمواد كيموية بتصنع فيها المتفجرات ووقت سألوا أهله ليه ما بلغوا الشرطة قالوا أنه كروكس كان عنده اهتمام بالعلم وبإجراء التجارب علشان كده ما فكروا أنه هيعمل فيها شيء زي كده وما توقعوا أنه بيخطط أنه يأذي أحد هذه المعلومات الجديدة بخصوص تخطيط وتجهيز كروكس للعملية أما الجديد في اللي صار قبل ساعات من تنفيذه لمحاولة الاغتيال واللي بيثبت الفشل الأمني اللي ترتب عليه استقالة مديرة الخدمة السرية بسببه فقيل أنه في أحد القناصين اكتشف كروكس قبل ساعة ونص وكان واقف خارج المنطقة المسيجة اللي حيلقي فيها ترامب خطابه وكان حامل بندقيته وتم التقاط صورة له ونشرها على جروب مشترك معه أو الجنب نشرها هذا الشخص على جروب مشترك مع زملائه وضباط آخرين ونشر رسالة كمان أنه لازم يبلغوا أفراد الخدمة السرية عنه وحددوا كروكس على أنه شخص مشتبه فيه وفضلوا يرقبوا لحد ما شفوه بعد 30 دقيقة بيستخدم جهاز تحديد المدى وبيتصفح مواقع أخبارية وفي واحد من القناصين نزل علشان يراقب كروكس لحد ما يوصل عناصر الأمن بس هرب منه وما عاد شافه إلى قبل 20 دقيقة من إطلاق النار شافوا شرطة عبر كاميرته وهو بيمشي على سطح المستودع وبعدين صار اللي صار خليني كمان أعطيكم صدمة إضافية يعني كروكس اتضح أنه سبق الخدمة السرية وعمل جولة وفحص المكان قبل ما يجوا يفحصوهما بخصوص التجمع الانتخابي وما ننسى أنه كروكس كان أطلق طائرة مسيرة كمان قبل أيام عشان يستكشف المكان يعني شاف المكان أرضا وجوا وما أحد منعه وأكيد الكل لازال متذكر صورة ترمب التاريخية اللي غزت المنصات وسائل الإعلام خلال محاولة اغتياله وهي هذه الصورة اللي شايفينها أمامكم الآن واللي تم استغلالها تجاريا شفناها على تيشرتات تاتوهات كمان وحولت ترمب لبطل قومي وصارت كلمة فايت اللي هو كان بيقولها وقتها شعار وطني عند أنصاره الصورة هذه بتحديد محاولة اغتيال ترمب مسببة انتقادات كبيرة واتهامات لشركة متى إنها بتستهدف ترمب وبتفرض رقابة على المحتوى المتعلق فيه وبتحاربه فبالنسبة للصورة فالمستخدمين اللي شاركوها لجيوا أنه فيسبوك بيرسل لهم أنهم جالسين بيشاركوا معلومات مضللة وصورة تم التلاعب فيها وما سمحوا بنشرها وهددتهم الشركة بحذفهم من المنصة هذه الرسالة اللي شايفينها أمامكم الآن واللي بتبين رسالة من متى أنه الصورة تم تعديلها وأنها صورة مو صحيحة وأنه تم التلاعب فيها وأنه جعل أفراد الخدمة السرية مبتسمين حول ترمب خلال محاولة الاغتيال هذه الصور اللي نشروها مستخدمين رد عليها المتحدث باسم متى داني ليفير واللي اعترف بخطأ متى علنا واعتذر عنه كمان فنشر بوست قال فيه أنه اللي صار كان خطأ وأنه تم تطبيق عملية تحقق من متى وقال أنه متى طبقت عملية تحقق على صورة مشابهة تم التلاعب فيها بتبين أفراد الخدمة السرية وهم مبتسمين والأنظمة اللي طبقتها الشركة ما كانت صحيحة واعتذر عن الخطأ أما بالنسبة لمحاولة الاغتيال ففي مستخدمين كده يعني من هدول اللي حقوين مشاكل كده راحوا على برنامج الدردشة الآلي اللي هو تبع متى اي اي وسألوه عن محاولة اغتيال ترمب وكانت الإجابة أنه مو متوفر معلومات عن محاولة الاغتيال أما لما سألوه عن حملة المرشحة المحتملة لمنافسة ترمب كمالا هاريس جاوب معلومات دقيقة ومفصلة ونفس المستخدمين سألوا البرنامج ليه عنده معلومات عن كمالا وما عنده معلومات عن ترمب فقال أنه محاولة اغتيال ترمب حدث خيالي وحملة كمالا هاريس حدث حقيقي ومستمر كمان متحدث باسم متى طلع واعترف بالمشكلة وقال أنه في مشكلة في البرنامج والعمل جاري على تصحيح الأخطاء اللي فيه هذه الأخطاء يعني الناس ما نبرتها صدفة وقالت ليه يعني الأخطاء التقنية مو مرتبطة إلا باسم ترمب بالتحديد وما صدقوا اعترافات الشركة وعلى فكرة مو بس متى حتى جوجل بيواجه انتقادات فبالعادة فيه شيء اسمه اكمال تلقائي يعني يكون في مربع البحث وقت ما نكتب شيء معين بس هذا الإكمال التلقائي ما بيكون متوفر خلال طلب البحث عن محاولة اغتيال ترمب فبيحتم عليك جوجل انك تكتبها يدويا كده كاملة وتضغط بحث علشان تطلع لك النتائج وهذا الشي ردت عليه الشركة وقالت انها بتوفر او انه انظمتها بتوفر حماية ضد التنبؤات التلقائية اللي بترتبط بالعنف السياسي ومين أفضل من الملياردير طبعا ألن مصكي هاجم منصة معينة او محرك بحث معين خاصة انه هو يعني صار من اهم انصار ترمب قام راح شارك صورة لأحد المستخدمين اللي بيسخر من رد جوجل انهم ما بيروجوا للعنف السياسي ومجرد ما بيكتب محاولة اغتيال بيطلع له عدة نتائج الا محاولة اغتيال ترمب ومو بس كده ماسك شارك كمان لصورة وهو بيبحث عن اسم الرئيس ترمب وبيطلع له في النتائج حتى شفنا اكثر ما بيطلع له في النتائج حتى ما بيطلع له ابدا في النتائج وبعدين شفنا اكثر من بوست عن نتائج بحث للمستخدمين عن اسم دونالد ترمب والنتائج مطلعة معلومات ونتائج عن كمالة هارس ترمب بنفسه من ساعات علق على اللي جالس بيصيره وقال انه متى جوجل اعترفه بفرد رقابة خاطئة على صوره ومعلوماته واعتبر هذا الشي محاولة لتزوير الانتخابات بس ترمب قال انه هذه المرة هنكون اكثر حكمة وصعب على اي احد يزور الانتخابات وبما انه تكلمنا عن ماسك ما نقدر ما نجيب سيرة الهجوم والاتهامات اللي جالس بيتعرض لها من بعد ما شارك فيديو للمرشحة المحتملة كمالة هارس وقيل انه الفيديو مو حقيقي ومعمول بالذكاء الاصطناعي اعجشو طبعا حمول عرص preço ج diameter قدم mio رالett وسائلهم Because Joe Biden finally exposed his senility of the debate Thanks Joe I was selected because I am the ultimate diversity hire I am both a woman and a person of color So if you criticize anything I say, you are both sexist and racist I may not know the first thing about running the country But remember, that's a good thing if you're a deep state puppet I had four years under the tutelage of the ultimate deep state puppet الفيديو اللي شفناه سواء هو نفس الفيديو اللي نشرته هاريس وقت ما أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية بس المحتوى تم التلعب فيه فهاريس في الأول أو في الأساسي يعني تكلمت عن أهداف حملتها الانتخابية أما الثاني فتكلمت فيه عن أنه بايدن أختارها لأنها امرأة سوداء وأنه أي شخص ينتقد هذا هو متحيز جنسيا وعنصري كمان وتم نشر الفيديو أول مرة على حساب مستر ريغين يو اس اي وكان عنوانه إعلان ساخر لحملة هاريس قام شاركوا ألن موسك ونشروا على حسابه وجاب أكثر من 130 مليون مشاهدة حملة هاريس احتجت طبعا واتهمته بنشر أكاذيب تم التلاعب فيها وقاموا على الديمقراطيين لاتهموا بانتهاك تعليمات المنصة اللي هو مالكها طبعا وقالوا أنه المنصة تعليماتها بتمنع نشر وصائد تم التلاعب فيها علشان ما تخدع الناس وتأذيهم وأنه حتى حسابات الباردي اللي سمح فيها موسك كان فيها شرط أنه ما تسبب ضرر ولا بلبلاء لأحد فكيف أنت يا موسك جاي تنشر هذا الفيديو الجمهوريين وصفوا طبعا الهجوم على موسك بالغبي أما موسك فرد ببوست هو كمان وقال أنه يا جماعة أنا شيكت مع البروفيسور العالمي وحطى لهم يعني كده اسم من تأليف وبيلعب فيها الكلمات وحقيقة هو كتب لهم شتيمة وقال آخر شيكت مع هذا البروفيسور قال لي أن السخرية مسموحة في أمريكا يعني أنه كإنهم بيقولوا أنه حتى النكت ما بتفهموها يعني كمان على العموم مشاهدين إحنا وصلنا نهاية حلقة اليوم أنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم أدعو لي صوتي يتحسن في المعنى الله اشتركوا في القناة